هو في نقطة مهمة نحن من تجربة الحوار الوطني على الحقيقة أنت الحوار الوطني نفسه نظم الحاس سياسي هو كمين حزب في مصر لما ديك تسأله تقول له تعالى نقشك في حجم التسعتاشر هو عارف أنه فيه تسعتاشر أصلي لا طبعا ما قدت بالنسبة لك اللي أكبر الكلام ده كله هو كده أديك مثال نحن بالنسبة لنا من ساعة الحوار الوطني نحن عملنا عشرات الورش صحيح وأكتر من 12 صالون والزاعو جبت خبر تريد بقى تشتغل سياسة صح وأنت مطلب تقدم أوراق حقيقية وأنت تطلع تقول إيه فلازم ينس المتخصصين لازم تستقطب في العضوية في الأحزاب الناس الكوادر المؤهلة مقصيد الحالة بتاعة الحوار لما تعمل كده خلت فيه تنمية سياسية وبرضه أنا شايف لو بدأ نقول إن إحنا داخلين على محليات وإن فيه استحقاقات وإن مفروض الأحزاب تشتغل والقوات السياسية أنت مش شرط أن إنت حزاب ممكن يكون فيه مستقلين ممكن الناس تعمل يعني قوائم خاصة بيها في المحليات ولكن من تلك اللحظة أنت هتفرس بقى فارس صحيح اللي عايز يمارس السياسة ويطلع السلم بشكل جيد ودي فرصة كويسة جدا لتكوين نخب سياسي هو من الخمسة والخمسين ألف دول هتتشكل السياسة المصرية طبعا هيتشكل التبادل ما بين في الانتخابات هتعرف تطلع كل حزب الناس شافت في الواقع جربت أنه بعد شوية دول هيخشوا البرلمان أو هيبقى فيهم نخب قادرة على أنها تمارس العمل البرلماني صحيح وهي هيبقوا رجال دولة حقيقين أنت من خلال التواجد في وظائف في الدولة نفسها هتفرس أنت هتشوف الكوف اللي نزل الواقع واللي تحرك واللي قدم واللي فاهم واللي محتاج بالجماهير واللي عارف يسيغ ورقة واللي عارف يقدم مقترح واللي عارف يحط سياسة واللي عارف يشتبك وعارف يتواصل يعني أنت بالنسبة لك فيه ناس كتيرة جدا متخيلة أن التواصل مثلا مع المحافظات صعب أو مع المحافظ صعب ومش عارف يوصل يقول ايه وفي نجاة التنفيذية فتنظيم العمل السياسي في وجهة نظري وسيقطع الطمع بشكل نهائي عن اي اختراقات مستقبلة لأي حد يريد شرم بالدولة المصرية